السلام عليكم حبيبتي. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم صابلي دانت. الدانت ندروه في العجينة. تحصيح صابلي بحش وبنين. والله يجي صابلي رائع في الماداق وهشيش بزاف بزاف. وفيه واحد القرمشة هشيشة وشابة. الدوقة التعاه يجي كله شوكولة. الكمية 250 غرام مارغارين. أعطتني كمية معتبرة أكثر من 40 حبة. حبة لسقة مع حبة. شوفوه فتحت لكم حبة شوفوه كيف شيجيه شيش من الداخل. وصدقوني رائع في الماداق بزاف بزاف. أنا أعجب ولادي بزاف. إن شاء الله هتجربوه في حلوية العيد. وطبعاً تمزينوه كما تبغو. وبالنسبة المقادير عدنا 250 غرام مارغارين أو زبدة تكون طارية. أنا استعملت مارغارين. ما تكون بمعنى الكلمة طريية حتى تبدأ الدوب خاصة في فصل الصيف. يلي قد دخلوها شوية الفخيجي داق باش تبرد وحد شوية. المهم تكون باردة باش أجينة السابلي ما تطلق لكم ش الزيت. وتنجح معاكم. مع 100 غرام تاع سكر ناعم. أنا عبرته بهد الكوب اللي سيعة تاعه. ميتين وعشرين ميلي لتر من السوائل. معا ميات ميلي لتر تاع زيت. أعطاتني نصف الكوب تاع الزيت. معا حبة بيض وزنتها تاني فيها سبعين غرام. معا زوج علبة بتاع دانت. العلبة الوحدة توزن تسعين غرام. يعني 180 غرام تاع دانت. وانتو مستعملوا اي ماركة لتساعدكم وليتعجبكم. المهم 180 غرام. ما خليت فيهم ويالو. ونزيد زوج مغارف كبار تاع كاكاو. للمر هذا الفاتح اللون. حاولوا تستعملوا النواية جيدة. باش تعطيكم دوقة بنين في القاتو. نغرب لهم. وانا كنت قبل هاد الوصفة كنت درت وصفة اخرى. هادي واحد العشر دقايق. ولكنت روحي نهضر غير وحدي. كنت طافي الكاميرا. ما وريدكم ش الدانت. ما وريدكم ش الكاكاو. مع ليش هذه العجينة لتافي الفخي جيدة. قد ندير بها قاطو تاني. نبغي الكل شيء يكون واضح. مع 100 غرام تعنيشة اللي هي المايزينة. شفتو وراهي وصلت المايزينة في هذا الكاس. ماشي حتى الفوق مع رشة تاع الملح. ونخلط شوية هاد الخالط حتى يولي قوام كريمي. تقدو تستعملوا يديكم تاني. ودايمن هادك اللي يكون في الجواني. بدنا نرجعها للوسط. باش كل شيء يكون على قوام واحد. هنا سايمين زيتش. شوفوا القوام بتاعها ولكريمي رائع. يشهي. دوق نزيد مباشرة 600 غرام تعفيرينا. راني وازنتها. واني موال فنخدم بهاد المقدار. عطيتكم مقادير مضبوطة. وده ما كانش الميزان استعملوا ربعة تاع الاكواب بهاد الحجم ونصف الكوب. ربع اكواب ونصف الكوب بتاع الفارينة. دائما الكوب اللي سيعتاعه ميتين وعشرين ميلي لتر. ومغرف صغيرة تاع خميرة كيميائية خمسة غرام. ما تستعملوش هادى الصغيرة هادى. هادى فيها ثلاثة غرام ووزنتها في الميزان. عطاتني ثلاثة غرام. هادى اللي توزن خمسة غرام. وضوك اللم الصابلي. العجينة على الصابلي غيرها كبيدية بصباعي. ما تعجنوش الصابلي. لو كنت تعجنوه يولي لكم مطاطي. وكي تطبعوه ودخلوه للفرن غادي الحجم التاعي يتقلص وميجيكمش حبا قد حبا. يعني الصابلي غادي يجيكم صغيرة للقطاعة. ان شاء الله تحتارمو هادى النصائح باش ينجح معاكم. شوفوا القاوام بتاع كيفاش يكون. مايكوش متماسك بزاف ومايكونش طري بزاف. بهادى القاوام. وفيها الكاكاوو ما تخافوش ما تباني الكمش طريا بزاف. نديرها في كيس ودخلها الفخيج داخ ترتاح واحد شوية. قد ما وجدت السنياوة وجدت القطاعة مدة 15 دقيقة ولا عشرين. وفصل البرد خلوها غير هنا قدامكم في البوتاجي ما عليش. صاي هنا فاتت واحدة ال 15 دقيقة ولا عشرين دقيقة. شوفوا القاوام بتاع كيفاش باب. الصابلاش كيفاش رهيبين. وهدي كدائما نعود نرجحها الفخيج داخ. خاصة ان الجو بدا يسخن. ما تخلوهاش بره. هذه تطلق لكم الزيت. والعجينة كي ما قلت لكم ما تنجحش. وننحلها. شفتوا دكتة الشقوقات معلي شهدها هو الصابلي. نحلها فوق بلاستيك. وندير تاني بلاستيك من الفوق. ونحل باش الوجه تاع الصابلي يجيني املس. شوفوا كيف هجل الوجه تاعها املس. وقطعوا باي قطاعة اللي تساعدكم وليتعجبكم. انا استعملت هذه. وما تزغدوش القطاعة. باش الحبة تاع الصابلي. ما تصغاش. وما يتقلص الحجم التاحة. تقعد كيف هي. انا اكد لكم اخوتي على هذا النصائح. اي صابلي استعملوا هذه الطريقة. ما تزغدوش القطاعة. وهذا الزيتة العجين. ما تعجنوش غير هكا شوية لمهبيديكم. ورجعوا الفخيجي داغ ما هذيك العجينة. شوفوا السمك التاعه. ما تديرو شرقيق بزيف. وهنا كي تحطوا الحبة تاع الصابلي. استحفضوا لها غير بشوية. واستحفضوا على الشكل. وهذا العجين اللي يبقى في البلاستيك نقلعها. باش كي نعاود نحط العجينة الثانية. نعاود نرجع العجينة الفخيجي داغ. قلعت منها شوية. وخلطها مع هذه العجينة الأولى. وهكا نقعد نقسم. ونقلب. المهمة تعجنوهاش. غير هكا حتا تولي نوعا ما عجينة واحدة. ودق ندخل السينية للفرن كنت مشعلتها مسبقا على درجة متوسطة إلى هادئة. فالرفة الوسطاني يدي لكم مدى الطبخ من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. وكل واحدة وطعف تعمل مع الفرن بتاعها. وهو الصابلي اللي فيه البيض يلي قطعتوه الوقت الكافي باش يطيب باش ما يقعد لكم شخضر. شفتوا الحبة تاع الصابلي جتني قدها قد القطاعة. نوجد الحشو اللي هدي لسا قبيه. عندي كمية من شوكولات طالة. صارحة أنا هدي شريتها. ما خدمتش الوصفة التاعي. هدي لي متن يعيينة شوية. وراكين أنواع مليحة في الأسواق. مع شوية تاع الكوكاو اللي يكون محمص. حمصوه مليح. وما يكون شخشين وما يكون شاني أرقيق بودرة. ويره هاكا عينكم ميزانكم حتى تشوفوا القاوم تحاول تقدروا تلصقوا به الصابلي بهذا القاوم شو كيفاش جاء. هاكا وديروا كمية في الصابلي. وكي تلصقوا حبة ما حبة ما تتضغطوش عليها بزاف. باش ما تتكسرش صابلي هشيش. وخفيف. وحاولوا تديروا الحبة اللي تكون قد ضغطها. هاكا غير ما شوية. ساحفوها. وقالوا هديك الزائد اللي في الجوانب. باش كتديروا القلاسة جمين ينزلكم شو الشوكولة. ويديلكم هديك الحوبيبة. والقلاسة جمين يجيكم شو شباب. دوبت شوية شوكولة استعملت شوكودادة. دوق حالب. ماشي ضفت لها الحالب. هي شوكولة بالحالب. اللون تحي يكون فاتح. وانتوما اي شوكولات تكون عندكم استعملوها. وزدت شوية تاع الزيت باش اللون تحي يجي الماء. وتاني خاصة الفصل البرد. لو كنا نديروا شوكولة وحدها ما جي شابة. جي تقرمش بزاف و جي يابسة. كنا نضيف لها شوية تاع الزيت. باش القاوم بتاع يجي يش باب. ليش يابس. انا استعملت 200 غرام تاع شوكولة. وضكنك للاسة فوك هاد الفوك هاد السباتي المشبكة. انا حاولوا قاع الجواني بتغطوهم انا ما نبغيش. قاعد القاطولي نلقاه من الجواني بيكون عريان خاصة المخبس. مرا تشفتو نلقوا الجواني بتاعه ما يكونوش متخوفين. يكونوا عريانين يليق قاع يتغطو الجواني بيحطهم الفوق البابي كويسون. انا لا نضع فوق الشبكة لكي تبدأ الشوكولة تكتر سوف نضع الخطوط للشوكولة نضع فوق البابي كويسون لكي يأتي القاعدة للصابلة ثم نشوف نقلع الزوائد لا أعطيكم زوائد كثيرا لكي قطرناه في الشبكة و لا تتلمسوش الوجه للصابلة لكي تقعدكم هذه الشوكولة تلمى وضك كما تبعوا انا دفت خطوط على شوكولة بنفس اللون بالكيس الحلواني ونضع بالورود استعملت هذا المول على السليكون هو اللي خدمت به هذا الورود عفواً وهذا هو الشكل النهائي صابلي الدانات الرائع والله يصدقوني بني بزف بزف إن شاء الله هتجربوه في حلوية العيد وتخبروني ترجمة نانسي قنقر